وللتفصيل أكثر في الموضوع ينضم إلينا من الرباط مباشرة الأستاذ دريسا اليازمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أستاذ أهلا بك بداية نريد تعليقا منكم فيما يتعلق بتخصيص حيز مهم في الخطاب الملكي الجالية المغربية في الخارج تحديدا لقد عبر جلالية الملك مرة أخرى على الاهتمام الكبير الذي يليه للجالية المغربية الخارج ولكل أفراد هذه الجالية هناك تقليد ملكي سامي منذ 1999 حيث يخصص جلالية الملك باستمرار مقطع من إحدى خطاباته السنوية الأساسية لقضية الجالية فهناك باستمرار كذلك من طرف الجالية انتظار كبير جدا للخطاب لأن هناك العلاقة مع جلالة الملك تشكل إحدى الركائز الأساسية لروح الانتماء لدى مغاربة العالم تجاه هذا الوطن أستاذ خلال الخطاب الملكي الملك محمد السادس وقف على عدة عوائق تعيق مشاركة الجالية المغربية في المجهود التنموي الوطني فما هي هذه العوائق التي توقف عندها الملك محمد السادس في خطابه؟ هناك كلمة أعتبرها أساسية في خطاب جلالة الملك وهي كلمة التكامل هناك في الحقيقة منذ بداية السعينيات القرن المادي سياسة عمومية مغربية تجاه الجالية المغربية والخارج وهناك دراسات على مستوى العالمي تعتبر أن العلاقة التي تطورها المغرب مع الجالية إحدى نقطة القوى في السياسات العمومية المغربية ولكن أظن أن المعيق الأول الأساسي هو ضعف هذا التكامل ضعف انسجام بين القطاعات العمومية من جهة وبين القطاعات والخطاع الخاص كذلك لقد ذكر جلالة الملك بأهمية كذلك دور القطاع الخاص إذن هناك قطاعات حكومية يعني ضعف المقاربة المشتركة المنسجمة مع كذلك مع المؤسسات التي ذكرها جلالة الملك مثل مجلس الجالية أو مؤسسات الحسن ثاني أو مؤسسات عمومية أخرى تلعب دور في العلاقة مع الجالية هناك كذلك عدم مقاربة مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات هناك لقاءات ونقاشات في بعض المرات مبادرة مشتركة ولكن ليس هناك مقاربة وطنية مشتركة باستمرار وأضم كذلك هناك ضعف تقييم المستمر كما قلت هناك سياسات عمومية منذ بقاية تسعينيات القرن الماضي ولكن هل نقوم بتقييم مستمر مشترك علمي وبقيق لهذه السياسات لا أضم هناك مثلا عدة تقارير قام بها مثلا المجلس الجالي التي تقييم بطاريخة أو أخرى عفوا هذه السياسات هناك كذلك كما أشار إلى ذلك تقرير آخر للمجلس ممكن ضعف الدور المراقبة التي لا بد أن تعبه المؤسسات الشريعية هناك كان يوم دراسي في شهر جوال آخر للغرفتين حول عملية مرحبة وحول ما تقوم به كل قطاعات في استقبال الجالي ولكن لا أظن أن هذا يكفي لا بد من دور أكبر للمؤسسات الشريعية المعايق الثاني الأساسي هناك عدة معاقات ولكن المعايق الأساسي الثاني في وجهة نظري هو يعني ضعف الأخذ بعين الاعتبار بالتحولات العميقة التي تعرفها الجالية المغربية بالخارج ولقد أشار الخطاب الماركي لذلك لما تكلم على مثلا الكفاءات الآن حسب المعطيات المتواجدة علميا هناك حوالي مغربي في الخارج على بين خمسة له مستوى جامعي حوالي 20% من الجالية المغربية ذات كفاءات عالية هناك تأميت يعني مثلا الآن حوالي نصف المهاجرين المغربة هم مهاجرات وهناك كذلك بروز للجاليات عفوا للأجيال الجديدة التي تنشأ في دول إقامة التي لم تهاجر من المغرب وهذا يطرح يعني على الأقل سؤالين وإشكاليتين الازدواج من الانتماء المزدوج فهؤلاء فرنسيين أو ملجيكيين أو إسبان ومغاربي في نفس الوقت وكذلك يطرح خضية العلاقة مع الثقافة ومع اللغة ومع الدين وهذا يطرح كذلك مسؤوليات على المغرب إذن هناك كذلك عولمة حقيقية للجالية المغربية بالخارج لازال حوالي 80% متواجدين في أوروبا ولكن الآن مغاربة العالم متواجدين في أغلبية دول العالم في القارات الخمس وهذا يطرح كذلك حتى صعوبة العلاقة مع الجالية إذن هناك تحولات عميقة لا بد أن نخذها بعن الاعتبار في ما صار بلورة وتقوية السياسات العمومية للمغرب تجاه الجالية نعم أستاذ هناك تحديات وهناك إكرهات كذلك أهداف مستطرة تقابلوا كل ذلك أيضا الإرادة الموجودة تحديدا أستاذ ما هي الأليات المطلوبة فعليا لتفعيل توجيهات الملك محمد السادس وفيما يتعلق بخصوص الجالية المغربية بالخارج أضمن أن الخطاب الملكي سيعطيه دفعة قوية جدا سيعطيه دفعة قوية جدا فهناك ضرورة مرحلة جديدة في السياسات العكومية وحسب المعلومات المتوفرة سيكون اجتماع لتحترق أساس سيد رئيس الحكومة مع كل القطاعات قبل نهاية الأسبوع بما فيها القطاع الخاص والمؤسسات مثل المجلس الجالية لا بد أن أضمن إطلاق مرحلة جديدة من المشاورات مع أغلبية الفعاليات الجمعوية والكفاءات المغربية المتوجدة في الخارج ويعتبر المجلس أن هناك ضرورة اعتماد قانون المجلس الجالية المغربية بالخارج هذا مطلب نطالب به منذ سنوات الحكومات ولا بد أن هناك ضرورة أن تقدم هذه المؤسسات بما فيها المجلس الجالية ما العمل التي قامت به ما هي النجاح وكذلك ما هي ضعف النجاح في بعض الميادين ومجلس الجالي مستعد للقيام لهذا العمل نعم مستاذ ريسا اليزامي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج شكرا جزيلا لك على المشاركة شكرا جزيلا لك على المشاركة شكرا جزيلا لك على المشاركة